السلام عليكم اليوم نقدم لكم وصفة التونسية هي صلاتة أمك حرية منعرفش عليش سمعها أمك حرية بتدري المرأة اللي اخترعتها اسمها أمك حرية في الوصفة هذي نستحق كمية كبيرة من الجزر صلاتة هذي متكونة تقريبا من الجزر يعني بقية العناصر هما فقط للزينة لحقيقة صلات ابنين برشة وكما تعرفوا الجزر في برشة فوائد وخاصة اذا كان عندك مية من الجزر وما تعرف شنو تعمل بها نجم تعمل بها صلاتة هذي لأنها بنينة برشة وسهلة برشة تحضر في وقت سريع وتنجم يعني تبقى مدة كبيرة في الثلاجة بالنسبة لهذا كما تشوفوا انا اخذت الجزر نظفته ثم باش نقصه انا باش نقصه دوائر ما يكونوش يعني خشين برشة لأنهم لأن باش نحطهم يتيبوا كما تعرفوا الجزر مش كما البطاطا يعني حتى يبقى يتيب مدة كبيرة ما يذوبش تماما ذاك علش انا باش نقصه بشكل تام هنا انا كملت قصية الكمية اللي عندي الكل تقريبا هنا عندي اكثر من ثمانيمائة جرام تقريبا انتم وحسب عدد افراد العائلة ثم حتيته في الماء يغلي يتيب بالنسبة الوقت يعني تقريبا بين عشرين ونصف ساعة يعني حسب الجزر لهنا انا طاب صفيته من الماء باش نرحيه بالعصارة هذي ولا ما عندوش ينجم يرحيه بالفرشات ولا بالمهرس ولا ما ننصحكمش لحقيقة بالخلط الكهربائي لانو لازم يبقى فيها شوية كي ما تشوفوا الهنة يعني مرحيهه بشكل كامل مش ما تكونش يعني عجينة يا اكثر منو ونكخزي ك ونبغيه ثم باش نزيدها شوية زيت زيتونة لحقيقة هي تحب الزيت زيتونة بالنسبة اللي عندو اطفالي نرجم يزيد شوية ملح فقط ويحبس لهنا بالنسبة اللي نحنا باش نوريكم يعني الوصفة التقليدية كيفاش نعملوها انا الهنة عندي المهريس باش نعمل هي لكم يعني بطريقة تقليدية كي ما قبل عندي الهنة حبة واحدة ثوم الحقيقة منحبش نكثر من الثوم لانو ميكونش مطعمها قويل هنا عندي فلفل شايح اغسلته اللي ما عندوش الفلفل الشايح مش مشكلة نجم يستعمل الهريسة العربي او فلفل احمر ولكن الحقيقة جربوها بالفلفل الشايح طعمها بنين برشة عندي ملعقة صغيرة ملح الملح دائما يعني حسب الضوق وعندي ملعقة صغيرة تابلو كروية هما الكاغذي والكورياندر نهرسوها مع بعضنا كي ما تشوفوا الهنة تحصلت على العجينة باش ننخلطها مع الجزر متاعي لحقيقة ريحتها بنينة برشة كي ما تشوفوا الهنة باش نخلطها والوصفة متاعي جاهزة كي ما تشوفوا الهنة اخترت باش نزينها بالبيض والزيتون والثن او التونة شوية مع دنوس ان شاء الله ربي تكون نالت اعجابكم تنسيش الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله